تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من وضح حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير شرعب المخدرات أين أصفرت العملية عن توقيف سبع أشخاص تتراوح عمارهما بين 24 و 45 سنة حز ما يفوق الـ 4500 قرص مهلوس من نوع إكستازي المعروفة في الوسط الإجرامي بالدومينو معدات التزوير مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 161 مليون سنتيم 12 هاتف نقال 3 مركبات كانت تستخدم في عملية النقل والتوزيع